نعم يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن ملف انا بسميه ملف ملف واسع كتير اوي اوي كيف ان نتعامل مع ملف الخيانات وخاصة في فترة زمنية صعبة ويفطت منتصف العمر منتصف العمر ده محتاج شغل كتير مننا ليه طيب لاني مش بس لان احنا في الغالب المهتمين بالمشاهدة معانا بيكونوا كتير قريبين من الزمن من السن ده لا لاني الاحساس بالتخلي في الوقت اللي احنا فيه ده او الاحساس بالتغيرات زود عند الناس وخاصة في السن ده الاحساس بان حياتهم بقت اصعب الحياة الصعبة وممكن تخلي الناس تعمل حيات مش مناسبة ارجو من الناس اللي بيمروا بمرحلة وبأزمة منتصف العمر وقع منهم بعض الخروقات خلينا نسميها خروقات وقع منهم بعض الخروقات يرجعوا التسع حاجات اللي احنا قلنا لهم عليها من اول الكلام عن الاعتذار والندم لغاية مرورا باصلاح العلاقة لغاية ما نوصل لاصلاح العلاقة بينه وبين ربنا يا سادة العمر مش هقول لكم العمر قصير لكن العمر امانة مش هقول لكم العمر امانة بس العمر فضل من ربنا ونعمة وما ينفعش النعمة نخليها نقمة منتصف العمر ليس عبئا منتصف العمر ليس ضغطا منتصف العمر ليس سكينا على رقاب الناس منتصف العمر نعمة من ربنا فاستسمروها في ان انتوا تكونوا انضج واسعوا حياتكم وخلوا حياتكم اكتر احساسا بنعمة ربنا عليكم وعلى احبابكم وعلى اسرتكم منتصف العمر فرصة لتمتين العلاقة بالاسرة يا رب لهمنا التوفيق والسداد والرجد عشان نكون ناضجين عشان نمر بمرحلة من اهم المراحل في حياتنا عشان نقدر نكون شاكرين لنعمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اكرمنا بالرشد في كل وقت وحين